الخبر الاول اللي عادنا عن محمد جواني وتعديد البيسان اسماعيل او نقدر نقول بشكل اوضح انه ينطي بيسان مهلة قبل ما يصطير الفضيحة فجواني نزل بحسابه بالانستجرام شوية استوريات يشرح بها سبب القطع او الغياب وليش منزل مقطع الفضيحة واللي هو السبب احتراما للخبض الملح اللي كان ما بينهم فقرر انه ينطي بيسان اسماعيل مهلة انه تطلعوا وتعتذر فرح حطكم استوريات على موت تفتهمون اكثر لكل الناس اللي عبر سألوني يا حبابي وين اخي جواني ليش غايب وين الفيدي الوعدتنا فيه حبابي انا عطيت مجال شما تقوله جواني ما احترم الشيء اللي بينهم بين الناس هدولية انا عطيت مجال انه يعتذروا على اخر كلام حكوه تمام وعلى الغلاط اللي عملوا بس هنن اجبروني وانا نزلت استوريات هداك اليوم والله انت دايات للي نزلت هكي استوريات لانه بالنهاي هذا شي خاص وانا مو متعود اني احكي عن شي خاص وكنت شويك مكتب انا والشباب بس عمارو الغالي طلعني الاكتباء وغروا شي هفشي بيستهب وعد شرم اذا ما بيعتذروا من هون للسبت الساعة اربعة بنزل الفيديو انا صورته واستنو يوم السبت طرحت رحركة كلش حلوة من اجواني وفعلا احترم عليها وصراحة بوجهة نظري اشوف انه بيساندو وتطلع وتعتذر يكون افضل منها احتراما لكلشي اللي كان ما بينهم وبنفس الوقت تحافظ على مسيرتها كفنانة فعلها مستقبل حرام ضيعة من هسه فما ادري الصراحتين اكتبوا لي شون رأيكم بالكومنتات هل انه تطلع وتعتذر افضل وبالنهاية الاعتذار من قليل من قيمة الشخص ليقولوا بالكومنتات رأيكم الخبر الثاني اللي عادنا عن الرد المنتظر من طيبة على بيسان اسماعيل فبيسان لما نزلت هذا المقطع على قناته اللي هو كان الرد على هواية اشياء اوية لكن اكثر شي على طيبة وحجت عليها في الكل حاليا انه ينتظر الرد من طيبة فطيبة نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي تقول انتظروا الفيديو اللي رح يكشف كل شي وبالعدلة ورح يكون اول واخر فيديو طبعا هذا الفيديو ممكن ينزل على انستغرام فاذا نزل على انستغرام رح انزلكم اياه على قناتي الثانية بالوصف رح اشتركوا بيها وانتظروا الفيديو الرد الغبر الثالث اللي عادنا عن المفاجئ ان ما بين الاس الشايب وبيسان اسماعيل فبالبث اللي كانوا فاتحين مبارح عليها كان دي نمحون عليها بهذه اللي اقتر رح فطولكم اياها انو اكون مفاجئة خرافية شوفوا اطفل لايب وكمان ربع ساعة بنرجع نفتح لايب نحكي لهم عن المفاجئة الثانية خليوا اطفل لايب وكمان ساعة بنفتح كمان اطفل لايب نرجع كمان ثلاث ساعة نفتح لايب خليم رح شوف الاغني ولكن للأسف بعدها ما فتحوا بث ثاني وما شرحوا شنية المفاجئة او ما قال لون عليها ولكن الصراحة اتوقع بجهة نظري يعني انو حتكون اغنية الانس الشايب فاعلن عليها قبل شهر و الى الان ما نزلت رغم انو كان مفروض تنزل قبل شهر فما ادري الصراحة انكتبونا شهر ايكم شون تتوقعون المفاجئة وبس والله الان هنا وصل نهاية المقطع تمنى المقطع اجابكم اللي تنسوه تحطوه لك وتشتركوه بالقناة شوية صراحة لما كان هناك الكثير اخبار ولكن هذه الاخبار كانت عندنا مع السلامة موسيقى 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 موسيقى